طائرات ما يسمى التحالف الدولي تعتدي على إحدى النقاط العسكرية في البادية السورية الجعفر يقول إننا ناقشنا خلال الجولة الحالية من جينيف موضوعا واحدا وهو اجتماع الخبراء والقوات العراقية المشتركة تحرر حي الورشان في ساحل الأيمن الموصل من إرهابي تنظيم داعش مشهدين في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى نشرة أخبار ثالثة من الأخبارية السورية في العاصمة دمشق أفاد مصدر عسكري بأن ما يسمى بالتحالف الدولي اعتدى على إحدى النقاط العسكرية على طريق التنف في البادية السورية ما أدى الارتقاء عدد من الشهداء إضافة إلى خسائر مادية مصدر عسكري أعلن أن ما يسمى التحالف الدولي قام بالاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية على طريق التنف في البادية السورية ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية وأضاف المصدر العسكري أن الاعتداء السافر على إحدى نقاط الجيش العربي السوري الذي قام به ما يسمى التحالف الدولي يفضح زيفة دعاءاته في محاربة الإرهاب ويؤكد بما لا يدع مجال للشك حقيقة المشروع الصهي وأميركي في المنطقة وأن محاولة تبرير هذا العدوان بعدم استجابة القوات المستهدفة للتحذير بالتوقف عن التقدم مرفوضة جملة وتفصيلة المصدر العسكري أكد أن الجيش العربي السوري يحارب الإرهاب على أرضه ولا يحق لأي جهة أيا كانت أن تحدد مسار ووجهة عملياته ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة وهو القوة الوحيدة الشرعية التي تحارب الإرهاب مع حلفائه واصدقائه المصدر العسكري ختم بالتأكيد على أن الجيش العربي السوري مستمر بواجبه في محاربة داعش والنصرة والدفاع عن كامل أراضيه ولن ترهبه كل محاولات ما يسمى التحالف بالتوقف عن أداء واجباته المقدسة وفي ردود الفعل على عدوان ما يسمى بالتحالف الأمريكي أكدت روسيا أن هذا العدوان مرفوض جملة وتفصيلة ويشكل انتهاكا لسيادة سوريا ولا يخدم العملية السياسية فيها هذا وقال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف إن الاعتداء غير شرعي وغير قانوني وأضف لافروف أن الروسيا تعتقد بأن ضربة التحالف الأمريكي تعني وجود رغبة لديه بتعزيز موقف المعارضين وبعض المتشددين وتشجيعهم على القتال ضد الحكومة السورية وهي تثبت نية واشنطن استخدام بعض المجموعات المتطرفة كتنظيم جبهة النصر الإرهابي لمحاربة الحكومة الشرعية في سوريا وأشر لافروف أن موسكو لا تزال تحاول استضاحة جميع التفاصيل حول الاعتداء كاميرا الإخبارية السورية ترصد واقعا طريق خناصر أثريا في منطقة وادي العذيب التي تتعرض بين وقت وآخر لاعتداءات المجموعات الأرهابية التفاصيل في تقرير مراسل الإخبارية علي شحود نحن الآن متواجدين في نقطة وادي العذيب طبعا النقطة الأهم على طريق خناصر أثريا السلامية وهي النقطة التي تتعرض بشكل دائم لهجوم إرهابي داعش رجال الجيش العربي السوري يقومون بتأمين الطريق اليوم حاولوا صباحا قطع هذا الطريق ولكن لم يستطيعوا وتم التأثير عليهم وإصابتهم إصابات مباشرة أدى إلى انكفاءهم وهروبهم باتجاه المناطق الجروبية إلى عمق البادية والآن كما ترون الطريق آمن وحركة المرور سهلة بالاتجاهين ونحن النقاط المرابضة على هذا المحور نطمئن أهالي حلب أنهم أمانة في عناقنا أهمية هذه النقطة أنها تقع على ممر استراتيجي للمشروعات الأرهابي المسلحة هذه النقطة والنقطة المقابلة يوميا تقوم بنصب الكمائن والرصد والمتابعة وتفشر عليهم جميع محاولتهم في التهريب والسهداف هذا الطريق الجيش العربي السوري على أهبة الاستعداد بكل نقاطه المنتشرة على المحور الرئيسي الواصل ما بين مدينة السلامية وخناصر طبعا جميع النقاط والكمائن والرصد على أهبة الاستعداد وتتابع عملياتها بشكل يومي عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري في جينيف اجتماعا هو الأخير ضمن الجولة السادسة مع استيفان ديمستورا في مقر الأمم المتحدة هذا وقال الدكتور بشار الجعفري رئيس الوفد إنه تمت مناقشة موضوع واحد بشكل رئيسي وهو اجتماعات الخبراء الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جينيف بتصريح صحفي عقب لقائه مع المبعوث الدولي استيفان ديمستورا الدكتور الجعفري أعلن أن النتيجة الوحيدة التي خرجت بها هذه الجولة هي تشكيل آلية جديدة للمحادثات تقضي بعقد اجتماعات غير رسمية على مستوى الخبراء لمناقشة ورقة المبادئ القانونية والدستورية العامة ناقشنا بشكل رئيسي موضوعا واحدا فقط وهو يمكن أن تعتبروه الثمرة التي نجمت أو نضجت أو نتجت عن هذه الجولة وأعني بذلك طبعا اجتماعات الخبراء وفي ضوء تصاعد الإرهاب الدولي المتمثل بالعدوان الأمريكي والفرنسي المتكرر على المدنيين وعلى الجيش العربي السوري والاعتداءات والمجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية فقد أكد الجعفري أن وفد الجمهورية العربية السورية لا يزال يركز على موضوع الإرهاب خلال جلسات الحوار مع ديمستورا تطرقنا في جلسة اليوم قبل دقائق كنا نتحدث بشكل مسهب عن المجزرة التي أحدثها العدوان الأمريكي أمس في بلادنا لا يغيب عن ذهننا أبدا على الأطلاق في كل اجتماع أن نذكر الحاضرين بأن هناك إرهابا إرهابا إرهابيا وأرهاب حكومات أيضا يمارس بحق بلادنا الدكتور الجعفري وضع الأكذيب الأمريكية بشأن سوريا في خانة الضغط السياسي على الحكومة السورية لدعم المجموعات الإرهابية خلال المحادثات الغرض من القصة المفبركة التي يحكي عنها المخابرات الأمريكية طبعا أولا زيادة الضغط علينا سياسيا كحكومة ثانيا التمهيد لزيارة الرئيس ترامب إلى الرياض كما تعرفين أنه يحكي بإنشاء ناتو جديد ثمار الجولة السادسة من الحوار السوري السوري كسابقاتها متواضعة أو لم تنضج بعد وإن كانت هذه الجولة قد كشفت حجم الأكذيب التي يروج لها وفد الرياض وداعموه في واشنطن وباريس والرياض فيما يبقى الشغل الشاغل للحكومة السورية مكافحة الإرهاب والدفاع عن سيادة سوريا ووحدتها ورفض التدخل الخارجي بدوره قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستفان ديمستورا خلال مؤتمر صحفي أن الجلسة السادسة من محادثات جينيف اختتمت وكانت جلسة قصيرة لأن الأطراف أرادت أن تركز على تعميق العملية السياسية ديمستورا أضاف أن استيلار الأربع لا تزال قائمة في محادثات جينيف مشيرا لأن الأطراف لا تخططوا من خلال اجتماعات الخبراء لوضع دستور جديد لأن ذلك من شأن الشعب السوري وموضحا أننا نجحنا في التركيز على العملية السياسية مع الحفاظ على السلال الأربع وأنه سوف يطلع أو يطلع مجلس الأمن في الأسبوع المقبل حول مجريات محادثات جينيف الثالثة متواصلة وتتابعون فيها بعد القرص إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ونسبة المقترعين تجاوزت السبعين بالمئة من عدد الذين يحق لهم الاقتراع اشتركوا في القناة نحييكم من جديد هزائم إرهابي داعش المتتالية في سوريا والعراق تدفعهم إلى الرجوع إلى الدول الأوروبية التي دعمتهم ومولتهم واليوم ينعكس ذلك على هذه الدول التي باتت عفوا عرضة لهجمات إرهابية أعنف بكثير مما شهدته سابقا نظرا لامتلاك الإرهابيين خبرات كبيرة في الإجرام والقتل شهدت مدن أوروبا سلسلة من هجمات إرهابية ضربتها بالعنف مدن استهدفها الإرهاب بهجمات دامية متتالية مدن باتت تحت غطاء الرعب والترقب الدائم خوفا من عمل إرهابي جديد جانبول رابورد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة نوه إلى أن التقديرات الأخيرة تشير إلى ارتفاع معدل تدفق عناصر داعش الإرهابي خلال العام الأخير وحذر من أن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقا متزايدا لإرهابيي داعش بعد الهزائم التي مني بها التنظيم الإرهابي في سوريا إلا أنهم أكثر خطورة ممن سبقهم بالعودة وأكثر خبرة بالحروب والمعارك وأكثر حقدا لابورد عبر عن قلقه من أن الإجراءات الأمنية التي تعتمدها الدول الأوروبية لن تكون قادرة على منع تدفق الإرهابيين الذين يتسللون عبر الحدود ويعودون إلى هذه الدول بمساعدة شبكات التهريب لتنفيذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته دول القارة العجوز إرهاب تغاضت عنه الدول الغربية وعن جرائمه في سوريا ليعود إلى أراضيها ناشرا الضعر والخوف في طرقاتها وبين سكانها فهل تدفع أوروبا ثمن إرهاب صنعته ومولته وبات يرتد عليها بخطر أكبر أحياء الفلسطينيون في منطقة الحسينية بريف دماشق الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين بالتزامن مع وقوفهم إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال لإسرائيل تم خلال الفعالية الحديث عن أهمية الوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام وإرسال رسالة لهم مفادها أن الفلسطينيين في سوريا يقفون إلى جانبهم ضد السجان الإسرائيلية من هنا من هذا التجمع من سوريا الحبيبة وهي تتعرض للحرب الكونية من خلال العصابات الإرهابية الوهابية المسلحة أذناب الكيان الصهيوني نقول لهم أننا معكم في خندق واحد في خندق المقاومة وما إضرابكم اليوم ما هو إلا درس من دروس المقاومة الحقيقة نحن نعتبر أن هذا اليوم ذكرى احتلال فلسطين أو هذه الذكرى البغيضة على أنفسنا جميعا هي أهم بكثير من النكبة احتلال فلسطين أدى إلى مجموعة كبيرة من النكبات من ضمنها ما يتعرض له سوريا اليوم هو جزء من هذه النكبة الفلسطينية في ظل تعرض مخيماتنا الفلسطينية إلى محاولات التهميش والتهجير والاستلاع عليها من قبل الدواعش وأمثالهم من قبل هذه الأنظمة الرجعية العربية وضعنا مع الأسرة القامعين في سجون الاحتلال بمعركة الحرية والكرامة بالأمعاء الخاوية وإحنا إن شاء الله بنتملانهم الفرش القريب والنصر لسوريا الحبيبة والفلسطين بذكر 69 أنا نحن كل ياتنا وكل الشعب السوري حابين نساعد لأسرة وصحيح إحنا أضربنا على المي والملح بشان الأسرة وكل ياتنا رح نضل مع بعض بإيد وحدة ولا أي صهيوني يفكر أنه نتخلى عن بعض كل ياتنا رح نضل إيد وحدة ودعم للأسرة السوريين والفلسطينيين المضربين على الطعام في سجون الاحتلال تظهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة وأطلقت قوات الاحتلال النار عليهم ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين هذا وقالت مصادر الطبية فلسطينية في القطاع أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المتظاهرين ما أدى إلى وقوع إصابات مختلفة وتحدى المتظاهرون رصاص الاحتلال للغادر وجددوا دعمهم للأسرة الأبطال احتفالا بعيد المقاومة وتحرير جنوب لبنان والانتصار على العدو الإسرائيلي أقام اتحاد بلديات الضحية الجنوبية لبيروت مهرجان أيام الضحية التفاصيل في تقرير مرسلة الإخبارية نور الحاج برعاية فخامة رئيس جمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون يقيم اتحاد بلديات الضحية الجنوبية لبيروت مهرجان أيام الضحية بأجواء عيد المقاومة والتحرير واحتفال المقاومة بالانتصار على العدو الإسرائيلي كانت بحضور العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية نستطيع أن نرى في هذا المنظر المهيب جمهور المقاومة الجمهور الذي استطاع أن يبرن للعالم أن المقاومة تستطيع أن تنتصر على الاحتلال على الجيش الذي كان يسمى الجيش الذي لا يقهر والذي استطاعت أقدام أبطال المقاومة في ربنان أن تدوس عليه وأن تتحره في العام 2000 كما انتصرت عليه في الحرب الكونية في العام 2006 بالتعاون مع سوريا سوريا الأسد واليوم تقاتل إلى جانب الجيش العربي السوري هذا الإرهاب التكفيري الذي هو جزء من الصهاينة ومن الخطة الأمريكية لضرب المنطقة برماتها نحن إن شاء الله على يقين بأننا قريبا سوف ننتصر وسوف نحتفل وسوف نرى هذا الجمهور في دمشق وفي حلب وفي حمى وفي كل مكان وفي إدلب ودير الزور إن شاء الله ينتصرون ويعلنون أن هذا المحور محمل المقاومة سابقا منتصرا هذا المهرجان هو تتويج لانتصار 2006 وكما وعدنا صماحة السيد حسن بإعادة الأعمار ستعود أجمل مما كانت نحن اليوم نثبت أن الضاحية الجنوبية هي دائما ودائما في طور التطور والحركة الدائمة في انتصارات المقاومة المهرجان الذي يقام لأول مرة في الضاحية الجنوبية تخلى له حفل زجل وفقرات شعرية ألقاها شعراء من الدول العربية وفي نهاية المهرجان تم عصف موسيقى مشتركة من الجيش اللبناني وكشافة المهدي الحضور أكدوا على أهمية هكذا احتفالات تقاموا على الأرض التي قدمت الدماء في داء الوطن نحن منوجه تحية للمقاومين وعرأسهم السيد حسن وأكيد للرئيس بشار الأسد نحن إن شاء الله منتصرين واللي عم بينادوا بالحرية نحن الحرية نحن شعب الحرية نحن بنقاوم بالسليح كمان نحن عنا المسيئة كمان نقاوم نحن بالمسيئة المهرجان رسالة عبر فيها جمهور المقاومة عن فرحهم بنصر أيار وعزيمتهم المستمرة مع رجال الله في كل مكان حتى إنهاء الظلم ويعم الأمن والسلام من الضاحية ومن جمهور المقاومة توجه رسائل للعدو الصغيوني بأن هذا الشعب المقاوم يقاوم بالفرح والسلاح حتى تحقيق الانتصار الكبير ورحاج أن برية سوريا من الضاحية الجنوبية بيروس حررت القوات العرقية المشتركة حي الورشان في الساحل الأيمن لمدينة الموصل العرقية من أرهابي تنظيم داعش قائد عمليات قادمون يانين والفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله قال إن قطعات قوات مكافحة الأرهاب حررت منطقة حي الورشان في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العرقي في المنطقة بعد تكبيد الأرهابيين خسائر بالأرواح والمعداد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم تعزز حضورها على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا بدريعة النهوض بالمؤسسات الليبية ومحاربة الأرهاب يبدو أن النفط الليبي والثروات الأخرى ما زالت تثير الشهية الفرنسية التي خرجت خلية الوفاد إثرى تدخلها السافر ضمن حلف الناتو عام 2011 واليوم وتحت ذريعة النهوض بالمؤسسات الليبية ومكافحة الإرهاب فيها وفي تدخل جديد بشؤون هذا البلد وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن باريس تعتزم تعزز حضورها على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا متحدث باسم الخارجية الفرنسية صرح أنه بالتعاون مع شركائهم الأوروبيين والدول المجاورة لليبيا ستدرس فرنسا تفاصيل تعزز تحركها السياسي والأمني محاولا تبرير تدخل بلاده بهدف نهوض المؤسسات الليبية وكانت صحيفة اللوموند الفرنسية أشارت مطلع عام 2016 إلى أن فرنسا أرسلت وحدة من قوة المهام الخاصة إلى ليبيا وذلك لقتال تنظيم داعش الإرهابي بحسب زعمها كما أقرت وزارة الدفاع الفرنسية في تموز من العام نفسه بمقتل ثلاثة عسكريين فرنسيين في ليبيا يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي بمشاركة فرنسية شن عضوانا على ليبيا عام 2011 ما أدى إلى الفوضى وفقدان الأمن وانتشار التنظيمات الإرهابية في هذا البلد واليوم تحاول باريس العودة إليه من باب مكافحة الإرهاب ولكن الحقيقة عكس ذلك حيث أن فرنسا وبعد تولي ماكرون السلطة فيها تحاول تعزيز حضورها المتهالك على الساحة الدولية حتى ولو كان من باب الاستعمار مجددا أعلنت لجنة الانتخابات في إيران إغلاق أبواب براكز الاقتراع بعد التمديد لست ساعات إضافية وبدأ عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية وأكدت وزارة الداخلية الإيرانية أن أعداد المقترعين في الانتخابات وصلت إلى 40 مليونا أي بنسبة مشاركة تتجاوز 70% من عدد الذين يحق لهم الاقتراع وكانت وزارة الداخلية مددت مخلطة الاقتراع ثلاثة مرات بسبب كثافة الإقبال على مراكز الانتخابات هو يوم انتخابي طويل في إيران بعد إقبال الكبير على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين أربعة مرشحين مراسل الإخبارية محمد الشيخ كان وفانا بالتقرير التالي ما إن أطل الصباح حتى بدأ الإيرانيون بالتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم المقبل قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي كان في طليعة الناخبين حيث أدل بصوته مفتتحا تصريحات يوم لا بد بأنه سيرسم ملامح مرحلة مقبلة في إيران تنتد لأربع سنوات وربما أكثر الانتخابات الرئاسية مهمة ومصيرية فمصير البلاد هو بيد الشعب الذي ينتخب اليوم رئيس السلطة التنفيذية لذلك يجب عليه التوجه إلى صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من العملية الانتخابية لأن العمل الصالح لا بد أن يكون في أول الوقت من دون أي تأخير أكثر من 56 مليون ناخب إيرانية تمت دعوتهم إلى هذا الاستحقاق الوطني أقبلوا إلى صناديق الاقتراع وكل أدل بصوته صناديق تحوي مفاتيح الوصول إلى سدة الرئاسة والتي يتنافس عليها أربعة مرشحين إثنان منهم محسوبان على التيار الإصلاحية هما الشيخ حسن روحاني وهاشمي طبع وأخران في الجناح المقابل محسوبان على التيار المحافظ السيد إبراهيم رئيسي ومصطفى مير سليم هذه الانتخابات مهمة جدا لأنها سوف تؤثر على مصير البلاد وسيكون لها الأثر في تطورنا ومن الواجب علينا المشاركة فيها لأنها ستقرر مصيرنا لأربع سنوات قادمة ليس مهم من سيفوض بهذه الانتخابات المهم بأن يكون لدينا رئيسا مدبرا يعمل على تطوير البلاد وحمايتها مشاركة الناس الفاعلة تدل على وعيهم وتحملهم المسئولية تجاه البلاد التي تواجه الكثير من التحديات لذلك يجب علينا جميعا المساهمة برسم مستقبل بلدي انتخابات فتحت وأغلقت صناديقها بانتظار الساعات المقبلة لفرز ما بداخلها بعدها ستتضح الصورة كاملة إما أن يعلن رئيس إيران الجديد أو تذهب الانتخابات إلى دورة إعادة تجرى بعد أسبوع من الآن ومهما تكون النتيجة التي ستفرزها هذه الصناديق فإن الرئيس الإيراني القادم سواء كان إصلاحيا أم محافظا سيأتي بمشاركة شعبية يرضى بها النظام هنا ويحسب لها ألف حساب كل من يكن العداء لإيران محمد الشيخ للأخبارية السورية طهران على صعيد فضائح النظام التركي خارجيا دع سيناتور الأمريكي جون ماكين لترضي السفير التركي لدى واشنطن بعد اعتداء عناصر الأمن المرافقين لرئيس النظام التركي على أكراد تظاهر بشكل سلمي في واشنطن وقال ماكين لأحدى الشبكات إنه يجب ترضي سفيرهم من الولايات المتحدة الأمريكية مضيفا أن هذه التظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وليست في تركيا أو في بلد من بلدان العالم الثالث جددت الصين تأكيدها على أن أي محاولة لانفصال تايوان عنها سيكون مصيرها الفشل وأن مبدأ احترام صين واحدة هو أساس لعلاقات الصين مع أي دولة الصين تؤكد من جديد أن أي محاولة لانفصال تايوان عن الصين سيكون مصيرها الفشل وأن مبدأ احترام صين واحدة أساس لعلاقات بكين مع أي دولة تأكيد جاء غدا تمرسم عقدت في تايوان مؤخرا للأعلان عن تغيير اسم جمعية علاقات شرق آسيا إلى جمعية علاقات تايوان اليابان لكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلت عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة قوله إنه يرغب بالتأكيد على أن أي محاولة تهدف إلى إثارة القلق على الساحة الدولية أو إقامة دولة في الصين أو صين واحدة وتايوان واحدة أو استقلال تايوان ستكون بلا جدوى ومصيرها الفشل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوات شون يينغ أكدت أنه لا يوجد سوى صين واحدة وتايوان جزء من الصين معارضة بشدة ابقاء أي دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين على علاقات رسمية مع تايوان بأي صورة الصين الشعبية كانت أعلنت مرارا وتكرارا أن مبدأ صين واحدة هو أساس علاقتها بالدول الأخرى وأنه لا يجب على أي دولة الإبقاء على علاقة رسمية مع تايوان محاولات غربية حثيثة لفصل تايوان عن الصين تواجهها بكين بكل ما أوتيت من قوة ولسيما أن تايوان تمثل الحديقة الخلفية لها فهل ستفلح محاولات الغرب هذه؟ إلى العنوين طائرات ما يسمى التحالف الدولي تعتدي على إحدى النقاط العسكرية في البادية السورية الجعفر يقول أننا نقشنا خلال الجولة الحالية من جينيف موضوعا واحدا وهو اجتماع الخبراء والقوات العراقية المشتركة تحرر حي الورشان في الساحل الأيمن الموصل من إرهابي تنظيم داعش إلى اللقاء اشتركوا في القناة